ناطقه باسم القوات المسلحة الليبية تابعة لحكومة الوفاق أن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر قصفت مطار معيتيق الدولي بستة صواريخ جراد أشار الناطق إلى أن القصف أدى إلى تعليق رحلات الجوية من المطار وإليه وأنه يعد خرقا جديدا ومتكررا لوقف إطلاق النار كما يهدد حركة الملاحة الجوية وللمزيد حول التفاصيل ينضم إلينا منطرابلس مرسلنا صلاح الدين مقعاش صلاح الدين أهلا بك تفاصيل أوفع عما حدث ووضع الهدنة مع اتهامات من الحكومة الوفاق نعم التفاصيل هي كالتالي في ساعات الصباح الأولى سماع دوي انفجارات تائلة اخترق هدوء العاصمة طرابلس وكان ذلك في ساعات الأولى من الصباح وبتصريحات التي أكد عليها العقيد الطيار محمد جنون الناطق باسم الجيش الليبي والتي أكد فيها سقوط ست صواريخ جراد على مطار معيتيق الدولي أيضا كانت هناك تصريحات لمدير العام لمطار معيتيق الدولي السيد لطف الطبيب والتي أكد في أن الاستداف كان في مدرج الإقلاع والهبوط دون خسائر بشرية في هذا الهجوم مما يعزز اختراق قوات حفتر للهدنة حاليا كانت هناك أيضا مسألة أخرى هي مسألة الاختطافات وكانت خارج العاصمة طرابلس وهي في مدينة سيرت وتم اختطاف عميد مدينة سيرت مخلوف المعداني تم اختطافه في الساعات الأولى من الصباح وتم اتياده إلى وجهات مجهولة من قبل قوات تلعى لحفظة الأوفى عن ما حصل في مطار معيتيق الدولي